اشتركوا في القناة واجهة الاستخدام مع هاشتاغ عمول مايكروسوت مو اول مرة يغيرون واجهة الاكس بوكس يعني شفنا مع الاتس بوكس تري سيكستي تغيرت واجهة اكثر من مرة وبشكل كامل مختلفة تماماً فما نستغرب لو صار هذا الشيء الان مع الاكس بوكس وان ومع قدوم النظام الجديد اللي هو ويندوز تين ان شاء الله نشوف واجهة افضل حتى الواجهة الحالية اللي عن نفسي شوفها جداً ممتازة انك تكلمنا في حلقة ماضية عن نسخة اميبو الشخصية ساموس وكيف انها باعت تقريباً حوال الالف دولار بسبب غلطة خلال الانتاج او خلال صنعها فهذا الشيء خلال الناس يعني يتحفتون عليها ويموانها وكذا فالان فيه برضه شخصية ثانية صارت غلطة خلال صنعها شخصية هذي اللي هي شخصية الاميرا بيتش الاميرا هذي وش صار عليها اللي صار انهم انتجوها المجسم حقها بدون رجول فهذا الشيء خلالت انباع بشكل غالي بدل ما تنباع ب 19 دولار تقييم اللي هو سعر الاصلي صارت تنباع تقييمة 250 دولار لان كلها عبارة عن نسخ مرة قليلة وصارت مميزة جداً نشتر اميرا مع درجول فالله يهدي الجميع بس ناتي دوغ يقطعون الشك بشك يقطعون الشك باليقين فيما يخص موضوع كراش هنعرف انه كراش كان فيه اشاعات كثيرة ان اللعبة رح ترجع من جديد على جهة بلاي ستيشن وكذا واحتمال مع ذكره 20 سنة انه نشوف اعلان رسمي لكن ناتي دوغ اكدوا بشكل رسمي انهم ما رح يشتغلون عن لعبة كراش جديدة وانه اصلا العنوان فعلا نازل ملك الاكتي فيجن وانه اصلا فريق ناتي دوغ مشغولين الحين بانشارتت 4 وباضافة جديدة للعبة ذراسة فهم مش فضين اصلا الكراش واذا كانوا اكتي فيجن بنزلون جزء جديد الكراش فاكيد المطوري رح يكونوا الناس مختلفين تماماً عن ناتي دوغ والله اعلم وش العيد اللي ممكن يساوونا في كراش مرة ثانية بعد ما شفنا كراش في التالتين والعب المخيص هالكراش هذي فهمن متفعليين صراحة ان ترجع ناتي دوغ ناتي دوغ قالوا لا كمان ناتي دوغ اكدوا ايش انهم ما هم جالسين يشتغلون على مشروع ثلاثية انشارتت للنزلة على بلاي سيشن 3 وانهم يرجعون ينزلونها بشكل ريماستر للجهاز بلاي سيشن 4 فخلاص ما فيه هي رأسة بس اولها ريماستر لكن انشارتت لا فاصل بسيط بسيط باكم تشوفون الغلطة التقنية هذه اللي موجودة في لعبة Grand Theft Auto 5 يوبيسوفت اللي لسه الى الان جايسين يصلحون مشاكل موجودة في الساسنس كريد يونيتي اعلم مشكل رسمي عن الساسنس كريد فيكتوري اللي راح نشوها العام القادم على اجزة الجيل الجديد بلاي سيشن 4 و اكس بس 1 والحاسب الشخصي هذه المرة نحن لا تدور في العهد فيكتوري عهد الملكة فيكتوريا هو تقريبا نفس الفترة لحقت الاحداث حق لعبة The Order وبلاد بيرن فعموما اساسنس كريد احنا خلاص يعني تعودنا نكي شوية اعلان عن جزء جديد تم حل بالسلسلة بشكل مبالغ فيه صراحة خلال السينمات اللي راحت الى الان لكن شخصيا يعني من نحت القصة انا ماني متحمس لسنس كريد يعني خلاص لكن لو نلعبها يعني استرنا نلعبها بس عشان اسلوب اللعب نفسها الممتع فمبروك ينتظرون هذا الجزء ويعطيكم مفاعة في المنتهى لا تنسوا لايك سبسكرايب وشير للفيديو لان هذا الشيء جعل النتيجة نقدمكم محتوى افضل سبحانك الله وبحمدك السلام عليكم اشتركوا في القناة